لسه ما انتهتش لم تنتهي بعد بس انا اعتقد انه النتيجة شبه محسومة لان يانج افريكنز فايز لغاية دلوقتي على شباب لزداد بنتيجة 3-0 وكده طبعا يبقى مبروك التأهل للنادي الاهلي اللي هتبقى ليه مباراة اخيرة قدام يانج افريكنز والاثنين كده ضمنوا التأهل نتيجة المباراة اللي جاية تحسن بشكل كبير جدا من اول ومن تاني المباراة طبعا في القاهرة في حصوص الاهلي ان شاء الله تكون اكبر لكن اذا ما انتهت او اذا ما استمرت نتيجة مباراة شباب لزداد وينج افريكنز بنفس النتيجة فوز يانج افريكنز اين كانت النتيجة والغاية دلوقتي 3-0 لكن اين كانت النتيجة لو انتهت بفوز يانج افريكنز كده معناها الاهلي وينج افريكنز في دور التمانية نقول مبروك حتى بصرف النظر عن نتيجة مباراة القاهرة نرجع لماطش مبارح الاول يعني كنا منتكلم على ظهور اول لوسامة ابو علي والحقيقة انا كنت بقول في بداية الحلقة انه واحد من مكاسم مبارح لانه بان انه في خامة او في بروفايل عنده بالضبط كابتان عنده في بروفايل ممكن مع الاهلي ومع الوقت يكون اضافة لخط هجوم نادي الاهلي اتمنى بس انا ارجع حاجة بسيطة النهاردة النتيجة 3-0 اي اي اونج افريكنز دي من مكاسم مباراة مبارح عشان كده انا بقول لك اي من افضل المباراةين اللي لابتون من حيث النتيجة اهو النتيجة انت تساعدت قابليها بابليها بمباراة انت بقالك اربع نسخ في دور المجموعات علشان الظروف اللي انت بتمر بيها بتسعد بقوة وتاني انا كنت بقول في اول حلقة النهاردة فيما يتعلق بالكرة المصرية القصة مش قصة حبي وانتمائي للاهلي انه الاهلي رغم انه يمكن اكتر فريق بيلعب عدد مطشاط اعلى مستوى ومنفسه على مدار كل سيزن بيعاني من ضغط مطشاط وعدد ساعات سفر ورحلات سفر هي الاكتر والاكبر على مستوى الموسم ورغم كده دايما بتلاقيه واصل يعني لما بنزعل بيبقى واصل نهائي البطولة يعني خدت ان البطولة اللي انت خسرتها قدام الوداد جماهير الاهلي طلع زعلانة في اخر السيزن انها مكسبتش البطولة وانت واصل نهائي لكن الغريبه ده لكوا بتكلم فيه انه مفيش فرق مصرية حتى بتقدر تعدي دور المجموعات كابتن عادة النهاردة بيرمتز خرج من بعده خسرته من مزانبي 3-0 الزمالك برضو اخر نسختين اخر تلت نسخة خرجوا من الدولة نسخة تلتة وصل نهائي قدام الاهلي اللي هي 2000 بعد كيه برضو بيخرج من دور المجموعات ما انت يعني احنا احنا شعزين نقولها كتير علشان الناس عشان انتمأل النادي الاهلي النادي الاهلي بيفرح مصر يعني المركة المضمونة في مصر هو النادي الاهلي بالنسبة للرياضة وقرة القدم دي حقيقة يعني خلينا نعترف بها هو في حد ممكن يكون مش معترف بها يا كابتن عدل لا يعني لا في ناس بتكابر طبعا يعني ومن حقهم انهم ممكن ما بيشجعوش النادي الاهلي ما عنديش منعنك ما تشجعش بس الحقيقة بقيت واضحة وضوحة لا هو النادي الاهلي انت سيبك من صراعنا او منافستنا في المحلي اي على فكرة على فكرة يعني الدولي ده لو الاهلي والزمالك والاسماعيلي وبيراميدز والمصري والاتحاد بيتنفسوا على البطولة شكل المسابقة هيبعاش البطولة نفسها الكورة بتاعت مصر هتبع عاملة ازاي هو انت ضع منك كم نادي جماهيري في مصر لا كتير اوي محلة بس ان شاء الله رجع منصورة لانه هيبدأوا بيعملوا حاجة كويسة منيا شرقية منيا شرقية السويس السويس عندك طبعا فانت عندك مجموعة من اللاعبين اللي هي الترسانة الترسانة طبعا بالبع الكبير بتاع كل الفرق دي يجب انك انت تعمل زي زيتك روبة بيرمنز